هل يوافق نتانياهو على مقترح وقف إطلاق النار في لبنان؟ أم سيناريو للهروب منه كما فعل من قبل في مقترحات مماثلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ سؤال بات مطروحاً داخل الأوساط الدولية حول نية نتانياهو الحقيقية في التجاوب مع المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة عدد من الدول الغربية والعربية الداعي لوقف إطلاق النار في لبنان وفي بيان مشترك دعت تلك الدول إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً وإفساح المجال أمام الديبلوماسية لإبرام تسوية نهائية يتم من خلالها تمكين المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم وبالنظر إلى تاريخ نتانياهو السياسي نرى أن رئيس حكومة الاحتلال كان دائماً عنصراً مضاداً في أي مفاوضات سلام أو تهدئة كما حدث في جولات تصعيد سابقة مع لبنان واشتباكات الضفة الغربية عام 2010 والعدوان الأخير على قطاع غزة والتي كانت جميعها شاهدة على رغبته الأكيدة في إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط ودائماً ما كان يعتمد نتانياهو على الولايات المتحدة في ممارسة التصعيد العسكري في المنطقة عبر دعم واشنطن السياسي والعسكري له إلا أن عدوانه الأخير على لبنان دفع دولاً أوروبية وعلى رأسها فرنسا للضغط على واشنطن لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي على خفض حدة التصعيد على الجبهة اللبنانية وهنا يظهر سؤال آخر حول قدرة أو رغبة واشنطن في الضغط على نتانياهو وإجباره على قبول مقترحات وقف إطلاق النار وخفض مستوى التصعيد في المنطقة